أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه بالرغم من الأزمة التي تعيشها بلاده إلا أنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لوفدن صحفي من جريدة نيويورك تايمز الأمريكية أردت أن أتقابل معكم اليوم لضحظ وتفنيد كل الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الأعلام ليس للقيام بحوارا ولكن هي رسالة إلى كل التونسيين وإلى العالم أجمع بأن تونس بالرغم من الأزمة التي تعيشها فأنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارج الدستور